موسيقى 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 يخلص شعبه لما أسأل بي فعطت أدور أنا مش عارفة مين سعيد عبدو فعطت أسأل لما أعرفت مكان حضرتك حد قال لي أنت تفتح كنيسة هنا في شهر 8 أنا جيت لك في شهر 9 لأنني ما كنتش عارفة أخذ أجازة من الشغل فلما أنا جيت هنا في سلام كده حسيت بيه أنا عمري ما كنتش حاسة بيه أنا لفيت الأول على قصص كتير ويكهنة كتير قالوا لي معمول لك أعمال لأن أنا عندي أمرات كتير كنت بنام وأقوم بمرض ومشاكل فوق الوصف ودرجة أن أنا جال اكتئاب حد وبأخذ أدوال اكتئاب كنت عايزة انتحر لأنني مش بالحق كل ما أنام وأقوم بمرض بأورام بالقلب أورام في البقء في الصدر برجلية برقبتي أنا مش عارفة كل ده بيجي منين بس فأول لما جيت هنا وحضرت الاجتماع حسيت بخوف كده غريب وأنت أول لما حضرتك يعني عملت الاجتماع وخلصت وجيت تلمسني مرتين كان 13 تسعة أنا فاكرة اليوم كان يوم حد فأولت لي أمي أنت عندك شايفت مشاكل فيه سحر مرشوش عند البيت قلت لك عندي مشاكل كتير وعندي مركبة جهاز في قلبي وعندي أورام في صدري وبقئي فأنت صلت لي فحطيت إيدك على قلبي جامت مالكة دي بتعاني من المشاكل دي أنا فوق 17 سنة مشاكل فوق ما حضرتك تتخيلك أمراض أمراض نفس الحكاية ممكن تحددي الأمراض اللي كانت عندك إيه أنا يعني منيجي نقول مثلا أنا عندي أورام مهم نحدد أورام خبيثة في المرحلة الكام الدكتور شخص قالي التقارير وتمسيك التقارير تشرح لنا كده يعني قالي القلب لأن أنا من 2016 كان بيغم علي كتير ما كنتش بقدر أتنفي ما كنتش بقدر أتنفس ما كانش حد عارف أنا عندي إيه فكنت متمرمطة في الآخر بقى في 2017 وقعت وقع جامدة فقالوا لي أن أنا المفروض عندي إنسادات في كهرابة القلب اللي هي بتشغل اللي هي بتخليك تعيش فأنا كانت ضربات قلبي 24 درجة قالوا لي أنت كنت عيشة ازاي السنة دي كلها بس ففجأة بقى رحت وكنت بخدم فوقعت في وسط الخدمة فقالوا لهم أن أنا موت فحد يتصل بقى لها يأتي يأخذ الإناء خلاص ماتت بعد شوية فأنا ابتدت فوق فأنا كانت أنا بغدن فأنا يقول أنت ربنا بيحبك أنت إذا فوقتي فوضوني بقى معهد القلب فأنا أضع أعمالي أسطرة وعادتي في الرعاية أسبوعين أسود أسبوعين في حياتي يعني لما كانت ينفع أن أعيش أنا نايمة على السرير كده لا أتحرك خالص من فأنا لو تقلبت كده يطلعوني تاني قطت العمليات لكي خطر يرفك لأن أنا كان متركب لي جهاز في رجلي مثل مفتاحة المروحة فكان كل ما يأتي حتى وصل للقلب عشان أقدر أعيش قبل ما يركبوا لي الجهاز هاي استوردوه من بره لأن كان سنة صغيرة وما ينفعليش أي وير لازم بأثنين وير فكان كل يعني ده كدرك كبار يجوا يقفلين الجهاز أنا روحتي تسحب وأروح عملوا لي كل الإشعاعات وكل التحليل بيقولوا لي طب تاخذي أدوية؟ تاخذي شيء وما هو مفيش سبب مفيش سبب ده إنسادات في كهرابة القلب زي عب خلقي من زمان بس ما كانش عندي ده فجأة ظهر بس فبعد كده بقى عملوا لي عملية دخلوني يوم 14-18 هي المشكلة أن أنا كل سنة بتعب في شهر 7 ويوم عيد ميلاد 2-8 لازم أعمل عملية كل سنة بعمل عملية بس فدخلوني بقى قلت العملية بقى كانت عملية صعبة جدا عايزة أقول لي حضرتك بنجي موضعي أنا حاسة بالمشرط ساعتين بسرخ وبعيط بعد كده بقى يعني كان موضوع صعب بالنسبالي أنا طلعت من سبعين العملية ده خاسة 10 كيلو ما أقولش ونفسيتي زي الزفت وجالب وهي أقمي زي على بس ففتلت بقى بالجهاز ده قال لي ما ينفعش تعيش غير بيه كل الجزء ده ملفوف لمدة أسبوعين ولازم أخد مسكن ما أشلش حاجة تقيلة ما أعملش أي مجهود يعني كانت حياتي مش حلوة والجهاز ده عشان بس أتنفس وأقدر رأيش ميغنوش عليها كل شوية إن أنا كنت في أي لحظة أفقد الوعي حتى كنت يروح الشغر ممكن نوع في الشارع أخواتي يجيبوني من المستشفى بس فبقيت عايشة بيه 8 سنين بس طبعاً بقى إيه؟ تعبانة ما زي المجهود الأول نفسي بالكتم قلم فضيع في قلبي لو شلت تقيل أتعب جداً بدرجة أن أنا من تلك يعني أنا مركبة بقى لـ 8 سنين من 2017 بدرجة أن أنا بعد سنة 2017 ابتدت بقى أتعب تاني يجيلي نفسي كتم مفيش دم وصل للمخ بدرجة الدكتور قال لي أنت من سنتين قال لي أنت محتاجة تعملي أسطرة وتركبه دعمات طب أنا مركبة جهازة ركب إزاي تاني يعني بس فعملت إشاعات كثير لا دكتور أميل شوق أميلة 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 نفسي نفسي مكتوم ويحس أن أنا ميتة ضربات قلبي ما فيش ضربات أنا سمعها بس مش هي فاللهو أنا ما كنتش بقدر أخد نفسي ما كنتش بقدر رمشي دايماً أجيلي دوخة حتى بعد ما ركبت الجهاز نفس الحكاية دوخة بس مش بيغم علي دي يعني فدتني أن أنا مش بيغم عليها كل شوية بس فرح قالوا لي لازم أتبرمج كل ست شور بروح معد القلب بعد كده روح تدي مرداش في حاجة اسمها برمجة يزبطه الجهاز عليه بس فلما أنا جيت هنا وحضرتك صليت لي أو أنا أتشافت على مراحل يعني كل مرة ما باجي بتشفي على مرض بيطلع من الجسمي فحضرتك جيت يوم ثلاثة أحداشر أنا كنت قاعدة هنا صليت لي فأنا وقعت فحضرتك بتقول لي قمي قمي أنا ربنا بيقول لي أن أنت في حاجة في قلبك قلت لك أنا مركبة جهاز فصلت لي تاني أنا نايمة أنا سمعيك بتقول يا روحي القنصر اطلع منها واسبوها عشان المسيح بيعمل لها بزرع لها قلب جديد حسيت حسيت قهربة قهربة فعلا طلعها من قلبي ومن صدري يعني جاية مرحلة صدري دي بقى بعدين قهربة فضيعة المسيحة مللي عملية في خمس دهاية ما كنتش بعيط ولا بسرط وقعدت في قد العمليات من ثمان سنين بعيط قولي أني بتشرح أنا حاسة بالمشرط والدكتورات قولي أصلي أنت صلصة صلصة ايه ده مشرط وعيط وعملها صوت والمسيحة مللي في خمس دهاية بقيت متعجبة يا رب أشكرك أشكرك بجد أن أنت لا هنا المستشفى هنا الشفاء هنا الطبيب فعلا المسيح في خمس دهاية بيعمل أعملات كثيرة باحتش يروح أي مستشفيات ولا يسمع كلام ده كادرة ولا أبونا يقولك صليبات لا هنا هنا فعلا المسيح موجود بس بس فحضرتك بقى قلتلي إيه روحي عملي رسم قلب وتيجي تشهادية بس بقى الشيطان عملات وقت لما لما وقعتي في الأرض ووقت الصلاة بوضع اليد وروح الله لمسك انت قلت شعرتي بجسمك الكهرباء آه يا زبزبك كهرباء كهرباء تطلع ما تطلع من صدري لما قلت له اطلع يا روحي القنصر لأن أنا برضو زي ما قنمت وقمت عامل عملية برضو بس الورم ده حميدي يعني انتي كان عندك أورام وعندك مشكلة في القلب أنا عندي أورام في كل حتى أورام منتشرة في كل جسمك فجأة أنا بنام أنا مش عارفة بتجي منين أنا بنام وأقوم بمرض لأ أنا فيه ده مش طبيعي أنا كنت عارفة أني معمول لحاجة لأني بشوف كوابيس صعبة جدا آآ مشاكل غريبة ما بنامش بشوف حاجات صودة عندي في البيت آآ جسمي كله بيزرق وجعني مش طيقة حد مش عايز أشوف حد فكنت برضو في يوم من الأيام من 2019 نمت قمت حاسة بكل كاعة في السدري يام ده وجعيني ولما روح الله لا ماسك لا مافيش أي حاجة بعد ما قمتي ماسيدي بإيه لا بفرح بسلام مافيش حاجة في جسمي مافيش الوجع المحجر أنا كان مثلا في السدري اتناشر ورم والتاني تلتاشر حاجة يعني غير عديد أوجع في الجسم أوجع وكلاكيع أورام أورام بدرجة الدكاترة مش مصدقين إيه الأورام دي وعملت عملية آآ في آآ الفين وساعتاش الفين وعشرين شهر ثمانية برضو آآ في معد الأورام شل لي الورم لأنه كبر قال لي ده ورم حميدي بس لو استيبناه هيقلب بالقنصة كل مايكبر هنشيل ورم طب انت هنشيل ازاي تشيل ايه ولا ايه وعندي هناك جهاز اتناشر ورم في الجسم آآ يعني عملولك اتناشر عملية دكتر لا في كل صدر اتناشر كل صدر اتناشر تعيش ازاي ربنا بصراحة ايد ربنا كانت معايا في كل حاجة رغم اللي انا كنت فيه بس هو كان سندني عمرو ما سابني ده الحب الغير مشروط ليك المجد يا رب بجد انت قلت جملة مهمة ان روح الله عملك العملية في خمس دقائق بعد ما قمتي وروحتي حكي لنا المعجزة ايه اللي حصل وهل عملتي اشعة وروحتي آآ عملت حضير قلت لي آآ انا روحت عندي زهول لما قمت ايه ده خمس دقائق ازاي لا انا انا مش قادرة صدق ايه ربنا لمستني رغم ان انا جيت في وقت الاحباق كان عندي جديد مفيش معجزات ايه زي ما المعجزات ده انتهى لا انا بقيت عاملة زي مفيش كوباية تتكسر وبتتسلح انا كنت بقول لي نفسي كده انا كتير يعني وجه علبي اكتر ناس قريبة مني خلت عني وكانوا بعيروني اصلي انت عندك القلب اصلي انت مريضة آآ فحتى ابونا اللي خدمته في الكنيسة خمس سنين في خدمتي يقول لي ما ينفعش اشغالك عشان انت عندك القلب انت مريضة فوجع قلبي هو اكتر ودخلني في حالة نفسية وحشة قلت له طب انا يا ابونا ما عنديش وجه ما عنديش القلب في خدمتي من الصبح لبالليل عمات اندى ربنا فحسيت ان ربنا فعلا ما ضيعش خدمتي لي انا مش مغدب بنقادمين انا ربنا فاني لمسيتوا لي مش عايز اقولكوا قد ايه فرح فرح غير عادي مش مصدقة بقيتش كله اقوله مستهلش مستهلش حقك علي يا رب انا انا اسفة انا زعلتك انا جرحتك كنت عندي حالة اكتئاب بشعة فكنت بقوله كلام انت فين انت مش موجود انا كل ما استخلت عني حتى اخواتي انا الوحدي درجة اني مش عارف اطلق مبدرش اطلع سلم نهائي بنها كامت بموت فالدكتور قال لي لازم تاخذ شقة في دور ارض فاخدت مكانة في شبرة في دور ارضي عند حد قريب بس كان عليها مشاكل وكده الشقة دي في خطاها عايزة اقول لحضرتك يا استيس ان الشقة دي جات لي شيطانه قالت لي انا سكنة في المكان ده وهرق ادك ومش خليك تجوز خالص ومش خليك تقوم منع السرير وفعلا المشاكل غريبة 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 ولقد على طول ادوية كثير فهم اتخيئ الاشعاعات دي ولا حاجة دانعنتي في البيت بالكوم مش عارف اكيب ايه ولا ايه ولا جاية مش عارف اشير يعني اورام في سدلك اورام في بقي قلب عزام ادكترة بعد كده عملت تحليل قالوا لي تحليلك سليمة انت معاك ورق واحدة سليمة منين الامراض دي انت عملت تقارير بعد الصلاة ممكن تجيبين اشرح لنا التقارير الاطباء بص هو هنا قولي قبل الدكاترة هنا بتقول ايه هنا الدكاترة فين سدات في كهربة القلب بص ما فيش اللي هي الضربات اللي طالع عن نازل لزي يعني دي سادة كده مفيش مفيش خالص اهو بعد بقى المعجزة اهو القلب سليم طالع نازل كهربة اشتغلت اهو لا ده كمان اه اهو اهو عضلة القلب كانت قليلة كترة بقت سبعة وستين كان في مشكلة في عضلة القلب اهو لان طبعا مجهود بنا مجهود يقوله على جهاز طبعا اي مجهود بعمله بطعب جدا بنعج وبطعب دلوقتي مفيش قلم نفسي كويس ده كمان المعجزة الاكبر ان الدم واصل في جسم كله لما بتعور بجيت دم من ساعتين هاللويا ما كانش واصل ما كانش عندي كنت باخد دول السيولة كانش عندي كفي دم لا مش مفيش لان في انسداد كنت دايما بتاعدي عدوية اسبرين للسيولة وكمان بيجي ليس ضع رهيب مش قادر اتحمل انا شفت ايام صعبة صعبة فعلا سبعتاشر سنة مروا انا عايزة انساهم لان شفت فيهم قلم بشع ما بنامشي واجع في كل جسمي امورات كتير ده كاتر ادوية درج كموت كده انا الصورة بس في الموبايل ملان ادوية باخد كل حاجة بقيت بدرجة قلت ده انا مسنة بقى وفي رغم كل ذه في التامان سنين انا كنت باخد موسنين باخد مواض né اخوة رب مختاربات اخر حيك يعني كنت خدمة في الكنيسة اهم كنت رمي نفسه في الكنيسة يعني كنت خدمة ومقيضة بالارواح الشريرة اهم وكنت مسؤولة التنظيم في الكنيسة كمان معروفة او يا سوريان ارزوكس عادت فيها خمس سنين انا مسؤولة التنظيم وكنت بخدومة في كل حتي سوريان بس ارزوكس سوريان اه بس فكنت بخدم في شرط المعاكين عد سنتين ومسكت دار مسينين مع الأنبا دانيال وليلنا انت يعني رحلتك مع المرض لا كانت صعبة صعبة ربنا ما يوريها لحد اوكي بعد ما خدت الأمسة من الرب انت في ايدك تقارير اه اه والأدلة ان حصلت معجزات دي مش معجزة شفة دي كانت مركبها جهاز في قلبها لاني القلبة ما كانتش بتوصل له كهرباء وكان يعني حالتها صعبة جدا وبتاخل وجهاز تنفس جواها وحاجات لا دي مفروض اركب جهاز تاني بقى شرط تمانية قبل مجر حضرتك قلت لأ مش اركب لان انا وانا نايمة بتجيلي قلبي بيفسل واشتغل فجأة زي عارف حضرتك مطرر التلاجة كده لما فالدكتور روحت قلت له انا بطنيتر جامد وبحس ان انا معندش وعي وفجأة بطنيتر وقلم جامد في قلبي روحت عملت تشك عجاز قالوا لي كويس عملت البرمجة فيش حدا فرق عدا كده راح اعمال لي بقى ايكم قال لي لأ انت في تفويتة كمان في القلب التفويتة دي اكبر غلط ان في اي لحظة ممكن اموت تاني يعني بس فقال لي لازم تركب جهاز تاني ارتبط ده حطه فين يعني كل اللي تبطلو ده انا عمله ازاي قال لي لأ قلت بس فربنا باعتك ليه في الوقت اللي انا كنت يا أسانة جدا وبقول مفيش خلاص لأ ربنا سايبني مفيش معجزات اصلا انتوا بتتكلموا ازاي مفيش كوبق يعني مفيش حد بيشفى واتفعت بالعضرة وبالكدسين وبماري جيرجيس وارح لأبونا ده صليبك يا بنتي صليبك استحملي يا أبونا مش قادرة موجوعة يا ناس وعيطلو اقول له مش قادرة اقف ما كنتش بقدر امشي يعني انا مسلا ساكنة في شبرة اوصل لشوكولانة مش قادرة امشي مش قادرة اجيب حاجة وكرونا بقى مسلا لما جاءت لكرونا خدتها ست مرات دي كت بتقضي عليها زيادة بقى بس فقلت لأبونا انا خلاص انا قلت له على حضرتك بس ابونا اعترافي راجل عسل المتفاهم وفرح جدا وقال له ابعت له ناس اهلا وسهلا واخدت التليفون فيه فيه اباء كهنة امنا ما بيهمهم ما عندهمش تعصب لان التعصب عمل شيطاني بيعمل انسان فيه اباء كده بيهمهم ان الناس تشفى ويهمهم ان المسيح يعمل مش مهم بيعمل بمين ممكن اهم حاجة ان الناس تخلص لا وهو مقتنع بحضرتك لما انا اقنعته وشاف الفيديو ووريته له راح قال لي قال لي انت بتجي انت عندنا غلبان لا روحي دا الراجل دا فيه روح القدس والراب مسلين والروح القدس بس فمعجزة بقى تانية اللي هي طبعا الورم ما فيش ورم في صدري ما فيش وجع ما فيش كلكيع ما فيش قلم نهائي هي بس يعني انت لو انت لو صلتلي موضوع بقي وورم في بقي دا بقى مش رحلنا انت الاشاع او التقارير انت فيه تقارير كتير فعايزين نعرف اللي هي البرمجة كل ستة شهور بص اه البرمجة اللي انا بروح اتبرمجة كل ستة شهور انا المفروض ان انا اخد معادي ما روحتش عشان انا مش خلاص انا غفيت ستة شهور كل ستة شهور اروح اتبرمجة تحطي تلدي برمجة ما وز كده ويتعمل عاكم مشكلة للحيات كتير جدا وده بتاع الزتون اللي انا عملت فيه اه دا الاشاعة بتاعت الزتون ان انا مفروض الدكتور قال لي ان انا اخش اعمل دعمتين واسطرة انا طبعا كنت عبانة بموت فروح دخلت الزتون التخصصي هما انا عملتها لنفقة الدولة لان الدعمات غالية جدا تعمل حوالي 30 الف فلما دخلت بيركب لي الاسطرة ما لقنش همحتاجها دعمات قال لي دا تسليق شرايين بس فانا قلبي كويس ما فيش تسليق شرايين ما عنديش اورام اه بعد الشفا انت دي تحليل بعد الشفا او 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 لا دي تحليل بعد الشفا الدكتور بيقول ان ما فيش اورام او او ما فيش اي حاجة كل الاورام اللي في جسمك اختفت لا اختفت ما فيش تسلي حاجة ما كنتش بنمل وجع وجع ونور كني زيت مغلي في صدري يعني احساسك ان ما فيش اورام والتقارير بتثبت ده كمان لا ما فيش ما فيش حاجة بعد يعني انا عامل عملية شايلة الورم الكبير مش شرحني يعني مش شرحني بطريقة بشعة فقلت انا مش هعمل حاجة لما انت حضرتك لما استني وقعت قلت روح كنصر اطلع منها طلع كهربا طلع من صدري من جسمي كله كان يوم كام كان يوم تلاتة احداشر يوم جمعة انا اتحررت كذا على حاجات كثيرة يوم جمعة وفي حاجة نربط المعجزة ببعض اه يوم تلاتة احداشر اه فبعد كده في معجزة مهمة دي بقى فضيعة ديت لما جيت لك يوم تلاتاشر الاتسعة وبرضو حررتني كنت طلع فرحونة عمري الفرح ده بقى ليس نين نسيته بقى ليس نين نسيت الفرح نسيت ان انا عدحك بقى بومة حسيت لنا بومة يعني بس بحسيت بفرح وسلام كده طلعت جريت على صاحبتي دي هيجبتها معياها ابنها قلت لها انا تشفيت انا تعمللي معجزة انا فرحونة ومكتش باكر اتلاقت الكهال تا اربع سندة واتشيت مش عارفة ازاي هاليلويا كارتها غير مسيحية شافت الروح الكدس فيها مش قادرة تبص في وشها بعد ما قبلت الروح الكدس الشخص اللي بيبقى مليان بالروح الكدس ممكن جارك يبقى فيه شياطين ماقدرش يبص في وشك هي بتشهد أيوة يا فعلا أنا شفتها غريبة مش دي اللي أنا عارفها شفت شياطين في وشها ماقدرتش مش قادرت بصك في وشي فمنزلت بقى مبسوطة قوي كده إيه ده أبكت الله در فرحونه لقت عليها شياطين مفيش كم يوم أنا مجرد إنها شافتك زهرت عليها شياطين أيوة بتشوط بصوا المعجزة الكبيرة مش بس شفيت من الأورام ومن المشاكل الكبيرة اللي في القلب لكنها قبلت الروح الكدس وده المعجزة الكبيرة أيوة صحيح معجزة المعجزات هي قبل الروح الكدس انتبهوا للكلام ده لإن الشهادة فيها عدة دروس روحية نقدر نتعلمها انسطوا لكلامها كويس بص فبعدها بكم يوم بهدلت الدنيا وكانت تطلع في البيت وخربت الدنيا راحت بقى مستشفى المجانين فأنا الوحيدة اللي شفتها كنت بنشر وشفتها وهما شايلينها بقى لي خمس شهور هي مش موجودة والبيت زي الفل لأنها كانت بتأزيني على طول هي اللي كانت بتعملك السحر آه على طول شادوها وادوها مستشفى المجانين شايفين أول ما شافت الروح الكدس فيها الشياطين اتهزمت محدش كان قادر عليها الشر يوميت الشرير دايماً بيجي لناس يا رجل الله احنا جيرانا صحرا طب نعمل ينعزل من البيت لا المؤمن المسيحي الحقيقي هو اللي يطفش الشياطين مش من البيت بس من المنطقة اللي انت عايش فيها كلها المنطقة كلها تتبارك بسبب شخص فيها الروح الكدس لسه فيه تاني فيه حاجات تاني معجزات نعم فيه حاجات تاني حضرتك لما بتطلع الشياطين فيه واحدة انت روحت لها البيت ونظفته فأنا البيت طبعاً كنت بشوف حاجات سودة أنا ما بقى زورش حد في البيت ما نعرفها لا انت بروح بروحت لها بالروح يعني اه انت بقى جيتلي برضو يعني بقيت اقول اشمعنا انت روحت لها طب تعالى لاختك انا الواحد وانت زي اخويا انا فعلاً بحبك زي اخويا بس فبقيت اقول يعني انت نظفتني انا فعلاً اخ لكم في المسيح يعني مش بس اب روحي اه بصراحة لا انت جميل انا اخوكم الصغير طب عيت بقى في الاجتماع هنا طب انت روحت لها طب تعالى لنظف لي كل ما عدت في البيت كوابس فضيعة واشتلت اطلق لها تقول لها انا زكنا هنا واشتلت لها وحش من مئة سنة مثلا ومش اشطيق البيت ولا اشطيق شو لا اشطيق احد فانا لما جيت هنا يوم رأس السنة انا حبيت ان انا اجاب تدي رأس السنة مع المسيح سنة جديدة فانت وزعت علينا منديل المسحة وقلت المنديل ده ده خلوه معاك وقوة المسحة اللي عندي هتلاقوها في المنديلة فانا سبتها في البيت وروحت عند صحابي في اسكندرية في الغطاس قعدت كم يوم اليوم اللي انا روحت فيه هناك انا حسبت المنديل قلت بقى اخ سعيد انت بقى نظف البيت عشان انا خلاص مش معايش فلوس عشان اجيب شقة ولا اروح في حتة تاني والنقل وانا تعبت بس فحلمت ان حضرتك هدد البيت كله وبنت بيت كميل وعدت تنتهر الشيطان وتقول له ما تجيش هنا تاني بنتهره باسم يسوع كتير فانا بعد ما حكيت لصحابي الكلام دوت فقالوا لي يا بختكش مانا انت بتحلمي كل شوية به واحنا لأ فانت بتجي لهم برضو فدخلت البيت روحت رجعت الكاهرة البيت ايه ده سلام سلام غير عادي ما بحلمش بكوابيس ما بشوفش حاجة سودة كل حاجة انت نظفت فعلا كل حاجة في البيت يسوع بيعمل مبروك عليك الشفا انتي كنت بتؤمني اني مفيش معجزات تحب تقولي ايه للناس اللي كان عندها نفس الامان العكسي اني مفيش معجزات واني مفيش عمل للرب في الايام دي تحب تقول لهم ايه احب اقول لهم بتجربتك يعني هنا خبرتك والتجربة اقول لي صحابي انا نفسي عود هنا انا مش عايز البيت انا عايز السلام اهلا وسهلا بيك في ديار الرب يعني فهنا الشفا تعالوا هنا المسيح موجود ادي ملموسة في كل حتة هنا في الكنيسة اهو ربنا موجود في كل مكان بس هنا الاساس هو ظاهر في حاجة كمان معلش انا طولت عليه انا يوم رأس السنة وانت حضرتك بتصلي شفت في قرتك دم المسيح وإديك امين فعلا انا بشكر المسيح وبشكر حضرتك ربنا بجد قويك ويخليك يعني انت جت لنا من السماء فعلا انت جت لنا المسيح جابك من السماء عشان تشت لكل الناس دي الناس دي كده تهلك هتروح فين احنا فعلا كنا عطانين احنا كنا عطانين بس احنا تروينا دلوقتي دايما انا بقول انا استجابة لصراخ ناس كتير اي امين شكرا